اتكلم الرئيس عن الارهاب قال لم يعد من المقبول لم يعد من المقبول ان تظل قرارات مجلس الامن الملزمة في مجال مكافأة الارهاب ولا تتوفر الاطار القانون اللازم والتصدي لها لهذا الوباء الفتاك الرئيس سمى الارهاب بالوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التي تظن انها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لاسباب الاساسية قال الرئيس انه انا بأسف من المؤسف ان يستمر لمجتمع الدول في غض الطرف عامل نفسه مش شايف دعم حفنة من الدول الارهابيين الرئيس مبارح وضع مجلس الامن والجمعية العامة واعضاء الجمعية العامة عند مسئولياتهم عندما واجههم ان هناك دولا بعينها بتقوم بدعم ومساندة الارهاب وتوفير ملازات امينة له على الملأ من الجميع نستمع الى الرئيس وهو يعر المجتمع الدولي ويضع امام مسئولياته فيما خص الارهاب ودعم الارهاب من خلال بعض الدول العمل على محاسبة الدول التي تتعمد خرق القانون الدولي والقرارات الاممية وبصفة خاصة قرارات مجلس الامن في هذا السياق لم يعد من المقبول ان تظل قرارات مجلس الامن الملزمة في مجال مكافحة الارهاب والتي توفر الاطار القانون اللازم للتصدي لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول وتظن انها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لاسباب سياسية ومن المؤسف ان يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للارهابيين سواء بالمال والسلاح او بتوفير الملازل الامن والمنابر الاعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الارهابيين الى مناطق الصراعات خاصة الى ليبيا وسوريا من قبلها اشتركوا في القناة